ارمية التسعة يقولي ان الرب متمم امر وقادم بالبرم متمم امر يعني هيقول كلمة والكلمة دي الكلمة منه مش اوهام لما يقول ومين يقول بعد كلام عشان كده احبائي خلونا ننزل للعالم على اعتبار انه نضج للدينونة وهو فعلا كده هو فعلا نضج للدينونة انا مستغرب ربنا محتمل العالم النهاردة ازاي بعد هذا الضلال والفساد والنجاسة والشراسة والشر عن اقصى وعشان كده هانت هانت يا اخوتي هانت والرب جاي مسرعا لينجز الوعدة خلينا بقى نرجع تاني لاصححنا واقول الجنون ومجون لان في يوم زي ده تعمل احتفال وتلم كل العظماء وتسكر غباء لكن مش ده المصيبة الكبرى ولا هي الطامة الكبرى لا يعني كنوا يسكر عادي يعني ما هو اللي بسكروا كثار لكن اللي عملوا وهو ده بقى الجنون اللي بقول عليه اللي حصل لما داء الخمر امره امر مجنون باحضاري انية الذهب والفضة التي اخرجها نبو خلنصر ابوه من الهيكل الذي فيه ارشاليم ليشرب بها المالك وعظماء وزوجات وسراري جبولي انية بيت الرب علشان اذكر بيها يا عم انت عايز تذكر ما تذكر بعيد عن ربنا انت بتتحدى ربنا غباء حين اذا احضروا انية الذهب التي اخرجت من هيكل بيت الله الذي في ارشاليم وشرب ابها المالك وعظماء وزوجات وسراري كانوا يشربون الخمر كمان حاجة تاني ويسبحونا الهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر وبرضو تلاحظوا التدهور هنا مش كده بدي بالذهب ومنتهب الحجر زي كل حاجة عند البشر كله بيبتدي ذهب وينتهي طين زي ما حصل في التمثال وهنا بيبتدي حجر ويبتدي ذهب وينتهي حجر لك كمان خد اللي بعدها في تلك الساعة عدد خمسة ظهرت اصابع يد انسان وكتبت باذاء النبراس النبراس ده بعض المفسرين قالوا هي نفسها كلمة المنارة اللي نبوخز نصر برضو اخدها من الهيكل بتاع بابل بتاع ارشاليم وجابها الغبي ده حط النبراس اللي هو المنارة وبتدى يذكر في اواني بيط الرب وعشا كده ارمية مرتين يقول نقمة هيكله الرب ما بيسكتش ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله انت مش قد مش قد الله انك تستهين باوانيه المقدسة وتشرب وتسكر قدام النبراس طيب النبراس ده حيشهد ضدك النبراس اللي هو منارة نور واحنا عارفين يعني نور يعني الله نور وليس فيه ظلمة البتة تعمل الخطيئة في عينين اللي عنه اطهر من ان تنظر الشر ايه التحدي الواقح ده وعلشان كده يقول لنا الكتاب في تلك الساعة وده بيفكرني بالقصاح اللي فات الدنيال حيفكر بيلشسر بيه لما يقول لنا الكتاب في تلك الساعة مش كده والكلمة بعد في فم الملك وهو بتمشى فوق اصر بتاعه وبيقول هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلالي مجدي والكلمة بعد في فم المجدي لسه ما خلصش الكلمة سمع الصوت بيقول له لك يقولون يا نبو خز نصر انت بقيت البعيد طور مش امبراطور لانك تحديت الله الله يقاوم المستكبرين